لنجتمع اليوم لنقدم للبنانيين الدعم الذي يهم بحاجة إليه بشكل عاجل ولكي نتمكن من أن يخرج لبنان من هذه المحنة الكبيرة أنا أشكر أولا رئيس مجلس الزراء اللبناني السيد مجيب مقاطي الذي أتى اليوم إلى باريس وأنا أعي صعوبة مهمته في هذه الوقت الأوقات التي يتعرض فيه لبنان لجملة من التحديات أولا الهجمات التي تقضها إسرائيل على أرضه ونزوح مئات ملايين وألاف الأشخاص على أرضه وصعوبة المؤسسات في أداء مهمتها وأنا اليوم أريد أن أؤكد على دعمنا للبنان وأننا في شكل عاجل نريد أن يعاد بناء لبنان حر وسيد وقادر على أن تسود المصالح الوطنية على المقصمات الداخلية وبالذلك كان لابد بأن تنتهي حرب الآخرين على أرض لبنان كما قال الكبير غسان تويني لا يتم استيراد هذه الحروب من الخارج ولا يتم المس بالتنوع اللبناني ولا يتم المس بقيمة لبنان وبالتالي أن هذه هي قيم نسعة خلفها وليس هناك بديل عنها لكل الذين يحبون لبنان ويقدرونه وكل الذين لا يبحثون عن مكاسب لأنفسهم وبالتالي أنتم جميعا من هذه الفئة التي أتحدث عنها نتحدث مؤخرا عن حرب حضارات وعن ضرورة الدفاع عن حضارات لا أعتقد أن هناك أين كان يدفع عن أي حضارة إلا حضارة التوحش وبالتالي أن القيمة الحضارية أمام التحدي الآن في لبنان وبالتالي هناك فرصة للأشخاص رجال ونساء من ديانات وخلفيات مختلفة أن يتقاصموا على الأرض نفسه وأن يعيشوا من أجل المشروع نفسه وبالتالي من أجل هؤلاء لبنان مهم بالنسبة لنفسه ولكن أيضا بالنسبة للعالم وهو أكبر من لبنان لبنان أكبر من نفسه وبالتالي في أكثر في شكل عاجل يجب أن نقدم المساعدات لمئات الألاف الذين تم طروا إلى المغادرة وأيضا الجماعات الذين يستقبلونهم إن فرنسا قدمت مئة تقدم مئة مليون يورو بمناسبة هذا المؤتمر وهذه الأموال ستقدم لشفاء الجرحى والاستمرار في تقديم المساعدات المدرسية وعلينا أن نقدم بكل تأكيد ما يجب لكي لنمنع استمرار نزوح الأشخاص من الجنوب ولكي لا يؤدي ذلك إلى مزيد من الانقصامات بين اللبنانيين هناك مليون ومئة ألف شخص نزحوا وهذا يؤدي إلى اضطرابات عميقة في عدة مناطق في بيروت وأنا أعرف وأعي بأن هناك الكثير من التضامن من قبل الشعب اللبناني من بين الضعفاء في هذا الشعب اللبناني ونحن نريد أن ندعم هذا التضامن اللبناني لوضع حد ومواجهة أثار الحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر